اشتركوا في القناة وتحول جسدي جندري بين أن يكون رجلاً وبين أن يكون أنثى وحاول أيضاً العرض أن يشتغل على مفهوم المشكلات العائلية داخل الأسرة الواحدة وطرح الكثير من المفاهيم منها الخيانة ومنها المفاهيم الأخرى التي تتعلق بالأسرة أعتقد هناك قيمة أدائية عند الممثلين وخاصة الذي مثل دور شخصية الزوج والزوجة في نفس اللحظة وهذه الثنائية المركبة أعتقد كان ممثلاً جيداً إلى حد كبير ربما لم أجد ملامح إخراجية في هذا العرض وكان يمكن للعرض أن يشكل رؤية جديدة متقدمة لهذا العرض ولا يهي من الأداء فقط أعتقد أن ثقل المخرج في هذا العرض هو هذا الأداء وفي منظومة الزي وهذا الثناء المهم أو المركب ما بين الرجل والأنثى ولكن بالنهاية أعتقد أن هذا العرض قدم لنا قيمة إنسانية تتحدث عن واقع أسرة ربما هو بمفهوم العام يتحدث عن مشكلات كبيرة يعيشها المجتمع البحريني وربما المجتمع العربي عموما الكاتب المسرح العراقي علي عبد النبي الزيدي